إيه الأربع حاجات اللي حضرتك تقول كانوا سبب حقيقي في نجاح حضرتك والشركة بالتبعية وبتحاول تطبقهم على نداقات أوسع أقول لحضرتك أول حاجة تيجي في ذهني الإصرار ده من أهم الحاجات اللي لازم تتوافر في الشخص عشان ينجل الحاجة التانية التعاون ودي يمكن فيها مشكلة شوية إنه الناس تتعاون بإخلاص في العمل وأعتقد إن ده إحنا محتاجينه في كل مكان لأن ده لو حصل بالتأكيد بياخد الشركة وبياخد الهيئة أو المؤسسة لمكان تاني خالص وتطور تاني خالص في عملها ليه نفس بيتكرر يعني ما يحدث من يعني تجريف مثلا دايما نقول كده في الطب تكاتر الشطرين بيمشوا هل ده بيحصل في عالم البرمجيات والديتا وكيف نقدر نحافظ عليهم؟ أنت حضرتك لو بصيتي لمنطقة الخليج العربي كلها شبابنا السعودية ما شاء الله الشباب المصري هناك مكتسح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طب عايزينهم معنا نعمل ايه؟ ما أنا حقول لحداتك هنعمل ايه؟ في المناصب الصغيرة والكبيرة كمان احنا عندنا المواهب المصرية في مجال الـ IT والكومينيكيشنز على مستوى المنطقة مكتسحين اكتساح تام ومتفوقين جدا وعلى فكرة دي حاجة مش وحشة ده نوع من التصدير الناس حتقول ايه طب ما احنا بنستفدش بيه وميلا لا احنا دوننا نطلع غيره يعني حدودك متطمن شايفة انه مفيش خطر انا بس يعني القلق المشروع هقول كده القلق المشروع اللي عندي انه احنا ما نبقاش قادرين على ان احنا نفرخ بنفس السرعة اللي هم بيسافروا به لكن طبعا وزارة الاتصالات وهي التنمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتيدة والاي تي اي المعهد التابع يعني للوزارة عاملين مجهود جبار في الموضوع ده لا وفيه حاضنات اعمال وحاضنات تدريب وانشيات الستارتابس او الشركات الناشئة وانشيات او المبادرات التدريب المختلفة من الوزارة ومن الهيئات اللي تابع ليها لا الحقيقة عاملين شغل ممتاز وبردو الشركات المالتي ناشنالز بتعمل برامج مع الوزارة ومع الهيئات المختلفة وبتعمل برامج مع الجامعات كمان وبنعمل برامج مع المدارس كمان بحيث ان احنا دايما ننمي ونطور ونجهز الشباب المصري لنعمل في المجال ده طبعا طبعا